ومثواها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر نيران بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه خدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اغفر أمنا وحبيبتنا الآج جنب وارحمها وارحمنا بعدها واجعل الجنة متقلبها ومثواها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر نيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واقتلا في الليل والنهار لآيات جئ للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا منادي لإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد اللهم اغفر لكمنا وحبيبتنا الآج ذنب وارحمها وارحمنا بعدها وجعله جنة متفلبها ومثواها اللهم اجعل قبرها روضة من رياضي جنة ولا تجعله حفرة من حفر نيران اللهم اغفر لها وارحمها إذ آواها التراب وفارقها الأهل والعشيرة والأحباب اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكر منزلها ووسع مدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسرها من خطاياها بالماء والفلج والبرد اللهم إن أمنا الآج ذنب أمة من إمائك وابنة عبد من عبادك وابنة أمة من إمائك قد نزلت بك تبتغي رحمتك ومغفرتك وكانت أمنا الآج ذنب تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فيما نعلم اللهم أنت أعلم بسرها وعلانيتها اللهم إن كانت أمنا وحبيبتنا الآج ذنب حسنة فازل في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم جاذها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرنا اللهم أبذلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها ولا تبتلها في قبلها بما لا ضاقة لها به يا رب العالمين اللهم اغفر لعينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنفانا وصغيرنا وكبيرنا وضاعينا وعاصينا اللهم من أحينته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يطوموا الحساب اللهم أمتنا والقرآن في أجوافنا محفوظا معمولا به يا رب العالمين اللهم لا تمتنا حتى نؤدي ما علينا من الحقوق ونغضي ما علينا من الديون ونتوب من الذنوب وترضى عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وتحنى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك ربي عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربي عالمين اللهم آمين